اشتركوا في القناة ووقفنا احنا في هذا المقرر عند اخذ امثلة وتطبيقية وعملية لما يفترض ان يعرف الخبير في اقتصاد للهام لان قلنا ان هذا المقرر هو مرتبط ارتباط كبير بما نقوم به في مختبرات اقتصاد للهام من المشاريع الجميلة في الحقيقة التي يعني دائما اذكرها وما انساها هو مشروع التقليل من تسمومات الغدائية وخاصة في الوجبات السريعة وكان هدف الوجبات السريعة في البحرين كان مشروع هذا وكان هدفه في الحقيقة هو رفع السياحة الداخلية وهذا على فكرة كان قبل كورونا فكأن احنا كنا يعني نرى اشياء كثيرة يمكن قبل كورونا ممكن تحدث وخاصة السياحة الداخلية السياحة انقطعت السياحة الخارجية في كثير من الدول فلابد كان من ان يكون فعلا في سياحة داخلية قوية المشكلة هي طبعا موجودة في كل العالم انه هو التسمومات الغدائية التي تأتي من الاكل السريع المطاعم السريعة من متداولي الاغذية بشكل عام في كل بلدان العالم مهما تكون هذه البلد متقدمة ونظيفة ولكن اكثر في الدول الحارة الدول التي نظافة فيها غير سليمة الدول التي تكون ايضا هي متأخرة من ناحية الاجهزة من ناحية الكهرباء من قطاع الكهرباء لانها كلها يعتمد يسبب مسببات للتسمومات الغدائية طبعا البحرين دولة متقدمة في المطاعم في خدامات المطاعم ولكن مع ذلك نلاحظ ان احنا في بعض المواسم وخاصة في المواسم الحارة تزيد مشكلة التسمومات الغدائية وبسبب قد يكون ليس متداولي الاغذية فقط ولكن المستفيدين النهائيين لديهم كستمر مستهلكي الاغذية لذلك تمت دراسة مشكلة التسمومات وتزايدها في فترة الصيف بالرغم من زيادة التفتيش والمخالفات والاغلاق المحلات وكان العمل خطأ لان احنا دائما نقول في اقتصال الهام ليس احنا هدفنا ان نعمل الاشياء بطريقة صحيحة ولكن نعمل الشيء الصحيح ثم بطريقة صحيحة او شيء نعرف ان احنا نعمل الشيء الصحيح فاغلاق المحلات هو اعمل اشياء بطريقة صحيحة ولكن ليس هو العمل الصحيح ليس هو الطريق الصحيح الطريق الصحيح الاصل ان ما يكون في اغلاق المحلات فالأصل أنه ما يكون في تفتيش، الأصل أنه ما يكون في مخالفات، الأصل أنه ما يكون في تسممات، وبالتالي كيف أنه أمنع هذا عجوثه، وليس ما بعد حدوثه، لأنه ما بعد حدوثه لا ينفعني. هو يخرب باقتصاد البلد، يخرب بيوت الناس اللي هم المستثمرين، يشرد المستثمرين، يهرب العمالة، يخلي العمالة يعني hidden psych مثل ما يقولون. hidden psych يعني كأنه نلعب لعبة البوليس والحرامية، فبالتالي ليس الهدف ذلك، لذلك تم تحديد الوجبات السريعة بكل أنواعها، وأين محلات الوجبات السريعة، وما هي أنواع الوجبات السريعة التي تحدث من هذه السمومات؟ بناء على التقارير، وطبعاً يمكن أن يتميز هذا أن البحر ما كانت بحاجة أن نحن نذهب إلى مثلاً نعمل تقارير، كانت التقارير موجودة، وهذا شيء قيمة مظافة كان بالنسبة لهذا المشروع، لكن أحياناً قد تضطر أنت في بعض الدول، لو عملت على هكذا مشروع أنك تذهب إلى صناعة عمل التقارير، وتنظيم عمل تقارير لتك تطلع بالديتاة الصحيحة أو على الأقل في نماذج أو مناطق محددة. طبعاً تم أيضاً معرفة هل فعلاً هناك حاجة لزيادة المفتشين، أو نوعية تفتيش فقط بالمقارنة بزيادة عدل المحلات، هل نحتاج أن نتعرف على المفتش كيف يعمل بطريقة الشرطي أو المفتش، وطبعاً هاي ما يقمنا به، فلذلك اكتشفنا أنه ما في حاجة للمفتشين زيادة، صحيحة البلد قعد زيب في هالمطاعم بشكل سريع، وفي زيادة في السياحة، وفي زيادة في أنواع المطاعم التي تطلب أنواع معينة من التجهيزات، ولكن في الأخير ممكن يتنظم العمل بطريقة سليمة، ونعتمد على العينات العشوائية والعينات المنتظمة، وليس على أن كل المحلات تفتش بنفس الطريقة، فيكون في انتقائية، وهذا إحنا دائماً نقول لا نعمل أحمق في اقتصال الإلهام على ما يسمى البوشتينكي، نعمل على ما يسمى البولثينكي، وهو يختلف باختلاف كله، أن أنت تنتقي، والانتقائية تكون بناء على دراسة، فتعمل عمل قليل، ولكن تأتي بالنتائج كبيرة، غير لما تعمل عمل كثير، وتأتي بالنتائج غليلة، وهذا يتميز في الاقتصاد الرأسمالي الذي نحن نحذر منه وبطريقة، لأنه دائماً يتطلب موارد، نحن نقول في اقتصال الإلهام لا نعتمد على الموارد، نحن نقوم على في الحقيقة تقليل الموارد وحل المشاكل بأقل الموارد، هذا هدف، صح أو لا؟ معنا هدافنا الكبيرة عشان نصنع الأثر، هدفنا ليس التساممات، وليس هذا العمل لمصلحة الحكومات، ولا شيء لا، هذا هدف من الأهداف، صحيح نقدم هذه الخدمة، ولكن الهدف الأكبر هو صناعة الأثر، الأثر أن يكون في سياحة اقتصادية، يكون في محلات مستدامة، يكون الرواد الأعمال يعملون في هالمشاريع يستمرون، يكون في استقرار مجتمعي، يكون في ثقة في المجتمع، يكون في أمن غذائي، فكل ما تسميه ممكن جودة حياة، تغليل المراضة بشكل عام، لأن الأمراض التسموات قد تؤدي إلى أمراض أخرى، أمراض سراطنية إذا استمرت نوعية التسموات، أيضاً نحن نتكلم على إدخال تطوير في سحب العينات، كم ذلك طبعاً، وكذلك إدخال المواطنين في عملية التقييم، فهي زاد من عملية شأنه ما يحتاج إلى المفتشين، صار المفتش، هو يأمل متداول الأغذية نفسه، صانع الأغذية، الذي يعمل في المحلات، الطباخ، وغيرها من الفريق، الذي يعمل غدمون الخدمة، أو غدمون الحلويات، وغدمون كذا، أو هم الناس الذين يستفيدون من الخدمة، فهي زود لي عدد المفتشين بتكلفة قليلة، ما في تكلفة، صفر تكلفة، وبناء على أنواع معينة من التدريب، سواء أرشادات بالنسبة للمواطنين، وكيف أنهم يفتشون، كيف يتأكدون من صلاحية الأكل، وكيف أنهم يخزنون الأكل لم يأخذونه، يعني ممكن هو يضع الأكل يأخذ أكل جيد، ومطبخ بطريقة جيدة، ولكن يحتاج إلى ثلاجة بعد فترة، إذا لم يؤفل، ويضعه في السيارة أو في الحرارة العالية، في خلال ساعة، هو يبتدي الأكل يفقد قيمتها الغذائية، ثم يبتدي في الفساد، يفسد يعني، فبالتالي لذلك احنا نقول أن هنا نحتاج إلى تطبيق نوعية من المراقبة الذاتية، فخلنا ما يسمى البطاقة الخضراء، وضغل الخضراء أن المحلات الأصل أنك ترفع على مستوى تدريبها العالي، ومستوى أنها لا يكون عندها في الحقيقة مخالفات في السنوات مثلا، ثلاث سنوات، فبالتالي تشيل عنها فكرت أن أنت تفتش عليها، هي تفتش على نفسها، وممكن تتعمل عينات عشوائية كل فترة، يعني بعشوائية كل تامة، ليس بوقت أوقات محددة، بحيث تتأكلنا فعلا هي قاعد تحافظ على نفس المستوى، وتحافظ على البطاقة، ثم أيضا، بالتالي يصد تنافس في المحلات، ويزيد عامل الثقة، في المستهلك لما يرى البطاقة الخضراء يشتري وهو بثقة عالية، أن هذا المحل فعلا لم يكن فيه، يعني أتسبب بأي إصابات سابقا، ولا عيس عليه شكاوى من المستهلكين، فلاحظوا أن هنا استخدمنا أن المدرب أصبح شنو؟ هو يدرب من أجل منع التسممات، فأصبح المدرب ليس مثل عمل السابق كأنه شرطي، لا أصبح دوره، الغزة اللي بفتش صار أصبح دوره هو التدريب، والتدريب الصحيح، وينتقي يعني واحد من داخل المطعم، ولا داخل صناعي الأغذية، أو مقدمي خدمات الكيترينغ وغيرها، فينتقي واحد منهم ويدربهم ويدربهم بلغاتهم، فتكون الإشهادات والكلام باللغة مثل الهندية، باللغة التايلندية، باللغة الفلبينية، هكذا، لكي يكون في نوع من التواصل السليم، وطبعاً في رصد، يعني هنا في رصد دوري أيضاً يستمر على موضوعه، وفعلاً حتى قللنا من تسممات تقريباً 90%، فبدأت المحلات في انتظام، في أغلاق، زادت الرطاق الخضراء، انتشر في الناس الثقة، في الخدمات السريعة، زاد الوعي بشكل عام، فترى البلد كلها صار عندها وعي في مفهوم السلامة والهاجين بشكل عام. ثم نتكلمنا أيضاً واحدة بالمشاريع الجميلة التي في الابتكار الاجتماعي قد نستخدمها، هو أن نحن نحافظ على الموارد البيئية، البحرين فيها موارد ضعيفة، موارد مياه ضعيفة، فبالتالي كيف نحافظ عليها، وكيف أننا ما نجعل الدولة تسحب من خزان المياه المخزون الطبيعي، بحيث أننا ما نمنع التسربات التي تأتي من المحطات إلى البيوت أو تأتي إلى المنشآت، وهذا بناء على دراسة تبين أن الفاقد تقريباً نفقد أربعين في المئة من السنوياً، بسبب التسربات التي هي مجموحة الفاقد التي تأتي من المحطة، بين المحطة وبين المستفيدة أو المستهلك للمياه، وبالتالي، وخاصة في المياه المحلاء، يعني مكلفة، أنها تكلف البلد أيضاً، تؤثر على البحر، لأنك كلما حلية تحلية في البحر، فأنت جعلت البحر أكثر ملوحة، وتموت الأسماك، وهذه هو مشكلتنا في دول الخليج، مثلاً البحر الخليجي مغلق، تقريباً شبه مغلق، فبالتالي قعد تزيد الملوحة، وقعد تنفق الأسماك بشكل أو بآخر، فبدأة على ذلك تم تحديد أنواع الصيانة والاكتشاف للتسربات المرئية وغير المرئية وسرعتها، وتم دراسة نوعية المناطق والبناء الذي اشتكشف فيه التسربات وعمر الشبكة في الأنابيب، وتم عمل تجارب بناء على المعرفة الميدانية على طرق الاكتشاف المبكر للتسربات غير المرئية، وتم تحسين طبعاً تصميم الأنابيب على حسب طبيعة المناطق، وبناء على المنظومة المعرفية، وطبعاً اللي ساهمت في تحديد طرق الاستجابة، فبالتالي لأننا صرعاً نعرف أين التسربات تحدث، سواء مرئية ولا غير مرئية، وقبل أن تحدث بناء على منظومة المعرفية، تم تقليل استنزاف 20 مليون جالون من المياه الجوفية، اللي هي المياه الاستراتيجية، وبالتالي تم في الحقيقة تقليل من الفاقد الذي يأتي بناء على في مراحل توزيع المياه، وقلت مشاكل بشكل كبير بين المستهلك وبين هيئة الكهرباء والماء، وهذه هي الجدول الذي يعني يبني المنظومة المعرفية، فتم بناء على الأوزان، تم تحديد الاستباقية في الوقت، التسربات، أين تحدث، الاستكشاف الذي يحدث، نوع الشبكة، الأنابيب، أشكالها، وأين تقع، المواقع، المسببات الإدارية، والمسببات الفنية، والتي تتعلق أيضاً بالعدادات وغيرها من الأشياء. هذه ساهم في الحقيقة بشكل كبير على أن يكون فيه تطوير وابتكار، ونحن قاعد نتكلم على ابتكار صح، ولا ابتكار اجتماعي، فساهم فيه صناعة ابتكار أنها بدأت تصنع أنابيب تزود المقاولين بقوالب جاهزة لصناعة الأنابيب بحيث أن تغير طريقة صناعة الأنابيب في المناطق الضيقة أو في المناطق الكبيرة، أساس تغلل التسربات في الأخير، فلاحظوا أن هذا ابتكار جاء بناء على التجارب، هذا أنا مع أحد دكتورات أخواتنا، الذين كانوا هما في مشروع التميز في وزارة الصحة، وهنا أنا كنت أجرب أنا المريض وكيف أن الدكاترة يقيمون حالة الأمراض المزمنة، يعني أنا عندي واحد من الأمراض المزمنة الواضحة، الحمد لله ما عندي طولة سكر ولا كوليسترول، لكن عندي شنو سمنة، فكان واضح أني أنا بشوف كيف أني تتعامل الطبيبة مع هذه الحالات، طبيبة هي طبيبة عائلة، وبالتالي دراسة لماذا البحرين متقدمة عالمياً في الرعاية الصحية الأولية من الأعلى عالمياً في الأمراض المزمنة؟ هي متقدمة في خدمات الرعاية الصحية الأولية، يعني المراكز الصحية موجودة في كل مكان، موجودة العيادات التي هي متخصصة في الأمراض المزمنة، في طب العائلة، في السكر، في الضغط، في الكوليسترول، في كل شيء، موجود عيادات ومتخصصين وكل شيء، ولكن بعد ذلك، كل ما زادت العيادات، زادت الأمراض المزمنة، هل هذا يعقل؟ فهني يدخل اقتصال لها، عشان يبتكر شيء يؤثر على المجتمع، ويصنع نوع من الرياضة المجتمعية، فتم تقييم الميداني وعملياً مع صنع القرار، مع وزير ووكيل وزارة والمعنيين، وأيضاً رئيس المجلسة أعلى الصحة في البحرية، عندما يرأس أعلى من الوزير، بحيث يعمل على، في الحقيقة، رفق قدرة العيادات على الاستكشاف المبكر للأمراض المزمنة، وليس عيادة الأمراض المزمنة، لاحظوا، احنا فتصل الإلهام دائماً يكون عندنا مفهوم، الاستباغية، أنه عندنا يفترض أن نكون عندنا استكشاف، الابتكار معناته أنت تبتكر شيء في خدمة، أو تبتكر شيء في عام الوقت، أو تبتكر شيء في جودة، أو تبتكر شيء في طريقة التوصيل للخدمة، فلذلك تم في الحقيقة أن نحن ابتكرنا في عام الوقت، أنه كيف أن نحن يكون عندنا استكشاف مبكر من خلال، وحسب مفاهيم الـ WHO في عوام الاختطار، في الـ WHO المنظمة الصحة العالمية وضعت عوام الاختطار للأمراض المزمنة، التي هي أكبر وباء عالمي موجود في العالم، يعني أكبر موت الأكبر، الناس قاعدة تموت سنوياً، لا تموت من الكورونا، وأحيان حلق الكورونا هذا هو شيء مأقت، ولكن تموت من سنوات من تقريباً عشرين سنة، زيادة هكذا مضطاردة، في كل ما زادت اقتصاد الدول، بالداة زاد عندها الأمراض المزمنة، يعني الضغط والسكر والكوليسترول والسمنة، يعني حتى في الدول الأوروبا، هي في كل مكان في العالم، وكن أمريكا أكثر شيء مبوء أقل من أوروبا، ثم تأتي دول الخليج مثلاً، فلذلك وهي مع اللايفستال، مع طريقة الحياة، فبالتالي، هني جميع الطاقم الطبي وطب العائلة وكذا، تم في الحقيقة تدريبهم على كيف أن يستكشف من خلال الفيزيكال أستيسمنت، يعني من خلال فقط النظر من البداية، أنت يشوفك سمنة، تتردد على العيادة مرتين، أنت مصفر الوجه، الأمراض قاعد تأتيك، إذن أنت صاحب أمراض مزمنة، إذن أنت يفترض استكشفك مبكراً، قبل أن تتحول حالتك إلى حالة سيئة، ويفترض أن ما تتحول إلى العيادات المتخصصة في المستشفيات، من هنا أنا أتابعك في الرعاية الصحية الأولية، مدام أنا عندي هذه الخدمة، وبالتالي أنا أبتدي أقيس علامات الاختطار حتى على الأطفال، أبتدي من البداية ثم أنتهي مع الآخرين، ثم أدخل أيضاً في مستوى العوائل، إذا أنا رأيت أن عائلة مبوءة بالأمراض المزمنة، سمنة، كوليسترول، كذا، فأبتدي أعمل مع العائلة كيف تطبخ، كيف تعيش، طريقة عيش، طريقة ممارستها للرياضة، كل هذه الأشياء هي في الحقيقة أشياء أساسية بالنسبة لنا، عشان نقدر نحقق الفارق الصحيح المظلوم، وبالتالي يستطيع أن توسيع المشروع بالتعاون مع الصحة المدرسية، لأننا نستهدم في الحقيقة ليس كبار السن، كبار السن خلاص، يعني أكيد سيصيد أمراض المزمنة، خاصة في بلد مبوءة مثل البحرين، اللي تقريباً 80% من الأشخاص سوف يصيدهم في حياتهم، سوف يصيدهم أحد الأمراض المزمنة، أو أكثر من مرض واحد، وسيموتون بسبب الأمراض المزمنة، هذا يعني ليس علم غيب، هذا يسميه علم الاستشراف، بناء على الإحصائيات الموجودة عندنا، وستزيد هذا يتصل إلى حتى 90% تقريباً في دول الخليجي بشكل عام، إذن قاعد نتكلم على مشروع أنه يحسن جودة الحياة، يقلل في الحقيقة الإسر المبوءة بالأمراض المزمنة، التي هي أخطر من كورونا وغيرها، وبالتالي يصنع، لأن الأمراض المزمنة تؤدي إلى أمراض القلب، الذي هو الرقم واحد، الوفارقم واحد في العالم، هو أمراض القلب، ثم تأتي إلى أمراض المزمنة، أكثر من حوال السيارات، أكثر مما يحدث في أي شيء آخر، فبالتالي، بناء على ذلك، تم في الحقيقة التعاون مع العوائل، تم في الحقيقة تدريب الجهاز التمريضي، بحيث كيف أيضاً يتعاونون، بحيث تكون في شبكة متعاونة مع بعضها البعض، لطريقة أو تقليل من مفهوم الأدوية، بحيث أن الطبيب هو يستكشف، والمرضة هي التي تفحص، وتستمر المرضة تتابع، حتى تصل إلى المعدة المطلوب لقليل عوامل اختطار، ثم أيضاً وظفنا الباحثة الاجتماعية، المرشدة الصحية، كل الفريق الطبي الذين هم، حتى الطبيب النفسي، عساس أنهم يعملون مع هؤلاء، لكي يكون عندنا تنبؤ سليم لعوامل اختطار، والمنع في الحقيقة أن تزيد بشكل أو بآخر، إذن نحن قعد نتكلم في هذه المشاريع عن قدرة على استكشاف الفرص، وكيف أنها تأتي من خلال الملاحظة بسبب المختبرات، وبسبب الأزمات، لاحظوا أن التحديات هاي كلها ذكرناها، حولناها إلى شنو فالبس، واحد البحرين نحن فعلاً مرجع عالمي حقيقي، في الرعاية الصحية الأولى، لأنها نحن قعد تقلل من أمراض المزمنة، فكلما فتعنا عيادات بهذا التفكير، قبل كلما فتعنا عيادات بالتفكير الرئاسمالي، كانت تزيد الأمراض المزمنة، لأن إحنا شنو؟ إحنا نحسب كم واحد جاننا للعيادة يتعالج، الآن إحنا نتكلم على كم واحد العيادات تعمل، تمنع أن يحدث عندهم أمراض مزمنة من الصغر، فلاحظوا التفكير الرئاسمالي، وتفكير الاقتصاد للهام، إذن قعد نتكلم على فعلاً، نحتاج إلى تطور في طريقة الاستكشاف للمشاكل، وهذا هو اللي ما يتميز في اقتصال للهام، لأن إحنا نأخذ الملاحظة، واللي هي عبارة عن تحدي، تحديات، في داخل التحديات هذه، نراها باللون الأسود، إحنا نحول هذه التحديات إلى فرص، وهذه الفرص، يعني هذه التحديات الآن، سنتحول إلى إيش؟ إلى فرص، ونأخذ منها مثلاً ملاحظة واحدة، فنبتدي بملاحظة، نبتدي نعمل على شنو؟ حوالينها المختبر، ونستفيد من ذلك بحيث نصنع ما نريده، نحن ما نريده، ونحقق النتائج المطلوبة، وهذا مفهوم أيضاً استشرف المستقبل، يعني نعمل بهذه الطريقة، فبالتالي الفارق هو عملة الإبتكار وعملة الإلهام التي نتكلم عليها، والتي تحدث الفارق في المختبر على الأرض الواقع، إذن اقتصاد الإلهام وإقتصاد الإبتكار، هذا الإبتكار يمر بصدمات، هذه الصدمات في الحقيقة هي تعمل على أنها تمتص التحديات، وتتعلم من قدرة الامتصال في التحديات، وبالتالي تصنع القبول بالتحدي، وتبدأ ترى الفرص في داخل هذه التحديات لتصنع مرة ثانية، فرص التعلم الجديدة التي تبني بناء عليها عملة الإلهام مطلوبة على مستوى المجتمع، إذن أنواع المشاكل في أقتصاد الاجتماعي قد تكون هي الفرص التي نستكشف من خلالها، فكل ما تنوعت أنواع المشاكل، كما زالت عندنا الفرص التي نستطيع أن نبتكر فيها، نقعد تكلم عن الابتكار الاجتماعي، فلذلك نعرض لكم أن هناك أنواع من المشاكل، وهذه المشاكل لها مكونات، فمثلاً لو تكلمنا على المشاكل التعلق بالفقر، فرح نتكلم على كيف أن الفقر مكون من ثلاث مكونات رئيسية، التقليل من فترات الفقر، هذا هدفنا، نتور فقر حالة مؤقتة، يفترض في الصللام، الله أكبر، ثم أيضاً إعادة مفهوم تعامل المجتمع مع الفقر، أيضاً هذه واحدة من الأساسيات، كيف نفهم الفقر وأنواعه، وأيضاً ديمغرافية الحالات الفقيرة في علم الأحصار، فهذه المشكلة، مشكلة الفقر مثلاً، هي عبارة عن مشكلة مستهدف حلها، ولكن نلاحظ أن الفقر يتكون من عدة مشاكل، نحن ذكرنا بس ثلاثة، ويأتي من تقريباً من أكثر من عشرين نوع من المشاكل، الفقر، من المشاكل المعقدة، معقدة ما نقول، وشين معقدة ذكرنا؟ يعني هي متعددة التخصصات، ولما نقول هي مزمنة، معناها تحتاج إلى وقت طويل الحل، فهي معقدة ومزمنة، متعددة التخصصات تأتي من عدة زوايا، وأيضاً هي تحتاج وقت طويل الحل، فلو ذكرنا الفقر فهو نعتبر أنه يعني هي مشكلة متعددة التخصصات، وبالتالي كل مشكلة يفترض أن نحلها، عساس نقدر نحل المشكلة النهاية، فما نستعجل في حل الفقر، لأنني رايح أخذ وقت طويل، نحاول نحل المشكلة الأولى ثم المشكلة الثانية ثم ما شكذا، ما هو الحل إذن؟ أنا أريد أن أعمل نموذج، أخذ منطقة صغيرة، أخذ قرية صغيرة أعمل عليه، هذا العمل إحنا نعمل فيه حين في اختصال الهام، في موريتانيا مثلاً، في غانا، في غيرها، نأخذ قرية صغيرة، بحيث نعمل ركز عليها في بوسن نفس الشي، بس نعمل قرية صغيرة، هذا التركيز على القرية صغيرة هو اللي يعطينا الفرصة أن نعمل مع مشكلة واحدة، وندرس زواياها، فهي كل ما كانت، كان عندنا فترة طيبة، ندرس التخصصات المختلفة التي تؤثر على المشكلة، يعني الهجرة تؤثر على المشكلة، مرة ثانية، عدم استفادة من الموارد الموجودة تؤثر على المشكلة، قلة التعليم تؤثر على المشكلة، التاريخ الماضي تؤثر على المشكلة، فقرة أنا أتكلم عليه، توارث الفقر طريقة المساعدات التي تأتي للمجتمع تؤثر على المشكلة اعتماد على تفكير رأس ماي تؤثر على المشكلة فكل هذه طبعاً واحدة من الأساسيات التي نتكلم عليه أتوقع نقفني ونكمل معكم إن شاء الله في الجلسة القادمة شكراً لكم وإن شاء الله نشوفكم على خير شكراً لكم